ازايكم يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من فطفضة معمارية النهاردة برضو هنرد على شوية اسئلة تقررت كتير جدا عندي على الفيديوهات بحيث اوضح كام حاجة كده الناس متلقبطة فيها بس بسرعة طبعا قبل ما نبدأ لو انت مهتم بالفن المعماري انزل وعمل سبسكرايب للقناة وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري انا احمد علي ويلا بينا نبتدي الحكاية اول سؤال اتكرر كتير جدا كان بخصوص العزل الحراري ناس كتير مش فاهمة يعني ايه عزل حراري وناس تانية فاكرين انهم لما يعملوا عزل حراري في البيت علشان يقلل البرد في الشتاء ده هيحسسهم بالخر اكتر في الصيف علشان كده خلينا في الاول نعرف يعني ايه عزل حراري وده علشان اوضحه لازم نرجع لورا شوية ونعرف اصلا ايه هي فايدة المباني وايه اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في المباني او نقدر نقول اللي عشانها اصلا المباني تعملت اهم دور لازم يعملوا المبنى هو انه يحمينا من العوامل الخارجية يعني الانسان زمان في العصر الحجري لما كان عايز يحتمي من البرد كان بيسكن في الكهوف وبعد كده الفكرة اتطورت وبدأ يبني بيوت علشان يعيش فيها يعني من الاخر البيت لو ما عزلناش عن الجو في الشارع يبقى فقط وظيفته الاساسية طب العزل ده بيحصل ازاي اي مادة بنستخدمها في البنى بتعزل الحرارة بدرجة معينة فهنلاقيهم مثلا زمان كانوا بيستخدموا الاحجار الطبيعية في البنى لان هو ده اللي كان متاح ساعدها الاحجار دي علشان مواد طبيعية العزل بتاعها كان قوي جدا علشان كده تلاقي البيوت القديمة في مصر او في الدول العربية الجو فيها مناسب صيف وشتاء بس مع التطور طبعا بقى فيه مواد بنى جديدة بدأت تظهر زي الطوب الاحمر والطوب الاسمانتي اللي احنا بنستخدمهم عندنا في مصر اليومين دول للأسف الطوب ده العزل بتاعه مش قوي زي الاحجار الطبيعية علشان كده الكود المصري للبنى بيحدد اننا لو هنستخدم الطوب الاحمر ده يبقى لازم نعمل الحوائط الخارجية سميكة شوية والكود بيلزم انها على الاقل تكون 25 سنتي لان هو ده السمك اللي هيحقق عزل حراري وعزل صوت معقول بس للأسف طبعا المقاولين علشان يوفروا بيعملوا الحوائط كلها سواء الخارجية او الداخلية 12 سنتي بس واحنا بنسميها نص طوبة طبعا دي ملهاش اي لازمة ومش بتقدي الوظيفة بتاعتها بتخلي الجو جوه البيت زي الجوه في الشارع لو في الشتاء بنكون نتليجين جوه البيت ولو في الصيف منقدرش نعيش من غير تكيفات طب ايه الحل؟ الحل يا اما في الاول واحنا لسه بنشطة بالشقة نتأكد ان الحوائط الخارجية معمولة سمكها كبير زي ما قلتلكم 25 سنتي اقل حاجة ولو مش معمولة نعملها احنا او لو المساحة عندنا ديقة ممكن نعمل حاجة تانية بديلة وهي الواح عزل حراري ودي الواح بتتباع عادي جدا وبتتسبت على الحوائط الخارجية بس وكفائتها بتكون عالية جدا يعني من الاخر يا اما نعمل حوائط سمكها كبير علشان تعزل الحرارة والصوت او نعمل حوائط سمكها صغير ونثبت عليها عزل حراري جاهز اللي اتنين هيحققوا نفس الغرض والعزل الحراري الجاهز طبعا بيكون كفائته افضل فهمنا كده يعني ايه عزل حراري وازاي نعمله جميل جدا هل بقى لو عملنا العزل الحراري ده في بيوتنا هيحمينا من البرد في الشتا بس وهيحررنا في الصيف السؤال ده برضو تكرر كتير جدا ودي طبعا فكرة غلط تماما وعلشان تفهموا الموضوع العزل الحراري ده بيزوت حاجة اسمها مدة الانتقال الحراري من بره لجوه يعني لو درجة الحرارة في الشارع 40 درجة هتاخد وقت قد ايه لغاية ما توصل لجوه القوضة كل ما العزل ده كان كويس كل ما المدة دي بتزيد معنى كده لو احنا في الشتا ودرجة الحرارة في الشارع 5 علما توصل جوه البيت بتاخد مدة طويلة تكون الشمس طلعت ودفت المكان نفس الكلام في الصيف لو درجة الحرارة بره 40 على ما توصل جوه الفراغ بيكون الليل ليل ودرجة الحرارة دي انكسرت طب دي حاجة حلوة قوي معنى الكلام ده اننا لو عملنا عزل في بيوتنا هنقدر نستغنى عن التكييفات والدفايات هقولك لا العزل الواحده مش كفاية بس على الاقل هيقلل للمدة اللي بتشغلهم فيها يعني لو شغلت التكييف نص ساعة علشان يسقع القوضة هيقعد فترة اطول على ما تحس بالحر تاني لان المكان خلاص ما بقاش يفقد الحرارة بسرعة ونفس الكلام طبعا في الدفايات فهمته قصدي ده كده بخصوص العزل نيجي بقى لتاني حاجة وهي المباني الازاز ظاهرة الاحتفاس تثار باستمرار والمهم ان نهتم ببناء الذي يستخدم الطاقة بكفاءة واذا كان علينا ان نعيد تصميم بعض المباني القائمة فاعتقد انه ينبغي تصميمها بشكل يجعلها تحافظ على الطاقة كنت اتكلمت قبل كده في حلقة وقلت ان الدول الحرر لزي مصر ماينفعش يكون التوجه فيها للمباني الازاز لاننا كده بنحول المبنى لصوبة زوجاجية وده مش رأيي او رأيي معماري او اثنين او عشرة لا دي حاجة علمية اتفق عليها المجتمع المعماري كله مفيش معماري في العالم يقدر يطلع يقول غير كده حتى اللي بيصممه النوع ده من المباني مايقدروش ينكره واه بمناسبة اني بقول ان مصر دولة حر واخوتنا في الخليج دايما بيعلقوا على الموضوع ده انا عارف والله ان الحر في مصر مش زي الخليج وان الجو عندنا افضل بكتير بس الفكرة احنا كلنا في منطقة الشرق الاوسط بنصنف من الدول الحارة عندنا شمس كتير مش زي أوروبا او كندا او الدول دي علشان كده لما بنيجي نصمم المباني بتاعتنا لازم نراعي ده وده طبعا علشان اسباب كتير قوي اغلب اسفزتنا لما كانوا بيشرحوننا ايام الكلية كانوا دايما بيأكدوا علينا ان المبنى لازم يتنفس لازم يكون فيه تهوية طبعية لان ده هيقلل من درجة الحرارة جواه وساعتها مش هيستهلك طاقة كتير في التكييفات وكمان لازم يدخلوا اضاءة طبعية لان اولا ده صح جدا وسانيا هيقلل الاعتماد على الاضاءة الصناعية وبالتالي مش هنستهلك طاقة فضروري جدا نراعي ده في التصميم ويكون هو ده هدفنا وما نعتمدش على الوسائل الميكانيكية هيحول المبنى لفرن حرفيا ما تقدرش تطفي التكييفات فيه اكتر من نص ساعة حتى لو ركبنا احسن ازاز في الدنيا عمره ما هيعزل حرارة زي الطوب او الحجر وفيه ناس كتير بعاتتلي وقالتلي ان دلوقتي فيه تكنولوجيا متطورة جدا في الازاز بيعزل الحرارة كويس جدا ويمكن افضل من الطوب انا ما عنديش المعلومة الحقيقة بس فرضا ان كلامهم صح وان فيه ازاز بيعزل الحرارة اكتر من الطوب اكيد الازاز ده تكلفته هتكون عالية جدا وحتى لو قدرنا على التكلفة فين التهوية لما المبنى كله يكون عبارة عن سكرين ازاز هيدخله هوا منين هنتطر برضو اننا نعتمد على اجهزة ميكانيكية في التهوية طب يا سيدي رعيت ده في التصميم وعملت المبنى كله ازاز وعملت اماكن علشان تحقق تهوية طبعية وعملنا حساباتنا وكله تمام لسه برضو فيه مشكلة تانية وهي ان الازاز بيجمع اشعة الشمس اللي بتنزل عليه وبيعكسها تاني وبالتالي هيزود حاجة اسمها او تأثير الجزيرة الحرارية في المدينة يعني خليت درجة الحرارة في المدينة كلها اعلى من الطبيعي علشان عايزين نعمل مباني ازاز ده غير طبعا المشاكل التانية اللي بتعملها زي انها تسيح العربيات مثلا زي ما حصل في الحادثة المشهورة بتاعت مبنى ووكي توكي في لندن وممكن تبقوا تدوروا عليها يا مؤمن ده كمية الناس اللي كانت بترد علي وتقول لي ما تروح تشوف دول الخليج دول عاملين المباني هناك كلهم ازاز ومفيش اي مشاكل مين قال لحضرتك ان مفيش اي مشاكل هل شفت حجم الطاقة اللي بتستهلكها المباني دي قد ايه هل حضرتك جردت تقعد في اي مبنى فيهم اكتر من عشر دقايق من غير ما تشغل التكيفات طب هقولك على حاجة تانية فرضا كده مين قالك ان المباني دي اصلا ما تكونش هي السبب في ارتفاع درجة الحرارة في المدن هناك مش مصدقني يبقى لازم تروح تقرى شوية عن تأثير الجزيرة الحرارية وتعالى بعد كده نتكلم من الاخر الموضوع كله مشاكل طب على ايه بلا هننقضى من المباني ولو هنستخدم الازاز يكون الموضوع مدروس ويتحط في اماكن معينة في المبنى علشان يحقق اعلى كفاءة ليه والناس اللي لسه مش مقتنعة هسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينكات لأكتر من ورقة بحسية لجورنالز عالمية بتتكلم في الموضوع ده علشان لو عايزين تقروا عنه بالتفصيل وبس كده انزل بقى بسرعة وعمل سبسكريب في القناة لو لسه مشتركتش ولايك وشير للحلقة لو عجبتك واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية مع ماري اشتركوا في القناة